بسمكم نحيي رجول العمال العم جواد أحمد بخمسين وحياك الله في برنامجنا بالكويتي إن شاء الله تستمتعوا يانا ونحن نستمتعوا يانا أبو يمات الله يحييكم أيضا وأنا طبعا ما أتيتي هنا إلا لأجل أستمع لكم واستمتع بنقاشكم الله يسلم ونوصل إلى الجمهور الكريم الكويتي والعربي إن شاء الله ما يصبون يسمعونه وهذه أعتقد هي فرصة مناسبة جدا إن الواحد يطرح ما تجربته أو يسمعونها ونتمنى من أبنائنا أبناء الكويت الشباب المتعلقة الآن اللي الآن قاعد يضرب أروع الأمثال في المبادرات والنشاط وهذا اللي يسعدنا طالما كنا نتمنى ذلك من سنوات عديدة لكن بدأت تتحقق بفضل قيادة وتوجيهات أميرنا حفظه الله شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي يركز على الشباب وأنهم عماد المستقبل ويركز على إعادة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وحضاري وكذا وهو ما شاء الله عليه قاعد يعمل بنفسه ليل ونهار ما هو بس جيوب العالم لحل مشاكل المنطقة بل والكويت هي في قلبه وفي فكرة وفي عينه دائما حفظه الله ورعاه وعطاه الصحة والعافية وطالة العمر آمين نبدأ معك يا أبو عماد قصتك نبدأ من الأربعينيات يوم مولدك ما تذكر منها؟ لنأخذ خمس سنين أنا أولاً ولد 41 وتوفت أميون عمري ثلاث سنوات نعم وحمد الله أبوي رعاني ورباني حتى أنه حرم نفسه من الزواج لمدة أكثر من ثمان سنوات حتى يتأكد أن أنا وأختي اللي كان أكبر مني أن نحن نتجاوز الطفولة نعم وكان بالعكس يعني ملازمة أبوي لي في ذاك الوقت علمتني الكثير لأنه صار هو الأم وهو الأب وهو كل شيء وكننا أنا أدرس في البداية وكل يوم نحن طبعاً أهنى من نحن من منطقة السوابر وعندنا جماعتنا اللي أهم يخيطون البشوت لهذا وخياطة البشوت ديلا يقعدون مجموعات بين عشر وعشرين في الديوان ويحطونه فوالات الأكل ويجونهم الزوار من أدباء من ناس يزورونهم حتى من الشيوخ وغير وكان المتعة معاهم وتسبع منهم الخبرة كثير من الخبرات تكتسبها من الكبار خصوص أول الأبناء إذا قعدوا يكونوا هاديين ومؤدبين الأول الأباء يدربون أبنائهم على اللي قالها الممارسة أمريكي يسألني يقول لي شلون أنتوا سن القانوني عندكم 21 سنة ليش إحنا 16 قلت لها أنتوا غلطانين قال لي ليش قلت لها قلت لها تهدون الولد في 15-16 سنة ولا تهتمون منه قلت لها إحنا عندنا بيئة تعودناها يقول لك ربي ابنك سبع تربيه شلون يسلم شلون يقعد شلون يعكل شلون يلبس هي تربية وتعلمه سبع اللي يصير بأمره يقوم الأعدادية من إلى بو 14 سنة اللي اللي أول كان يودونه صنعه وخاوه سبع تخاوي سبع اللي هو ترافقه فيه أثناء العمل وياك والزيارات وتعلمه شلون يتعامل مع الناس والسلوك وأخلاق وكذا وبعدين هده في تبع السبع يقول شنو قلت له هذه الحياة هذه تزايد نرجع على الموضوع أنا بالحكس يعني ظليت أنا في المدرسة وهم علموني الصنعي أشتغل وجمعت أذكر في السنوات الأولى من شغلي معاهم أدرس في الصباح كان من زملائي الله يرحمها وعزيز حلي وتوفى اللي هو رضا الفيلي كان معاي وكان نابغة بالذكاء يعني حتى مرة ودينا للطبيب وصائق قال لا تخلونا يدرس طلعوا من المدرسة فترة لأنه من ذكاء الخارق وأنا يعني زعملت فترة المهم أن بيتنا يمن مبعد عن المدرسة أرجع من المدرسة الصباح وأقعدوا إياهم ولذا ما أختلط شباب ولعب وكذا كله همي تخزين أن شلون أستحي لأن أطلب من أبوي فلوس ولازم يعطيني شغل ويعطيني عليه تشجيع أذكر أنا أول ما كملت سبع سنين ست سنين عندي مئتين ربيا مجمع والله مبلغ ربيا كما العيائيدي وما الغير وأجمع هذا وتالي دخلت العمل أنا بروحي من عمري سبع تعاش سنة سبع تعاش سنة أي بدايت سبع بأمر سبع تعاش شنو بدايت فيه أنا أبوي ست عاش سنة عندي مئتين ربيا 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 سويتك مشروع بديت أشتغل أني أشتري أشياء المدارس متعرف في الخمسينات ستة وخمسين وسبعة وخمسين كان بادية النهضة نعم المدارس بذلك تاتي الله يرحمه عبدالله السالم الله يرحمه أنا رح أعلمكم قصة عن موضوع قصة عبدالله السالم بعدين خلها هذه بديت أشتغل أبيع على المهارة جناط المدارس ملابس أحدية أشياء مدرسية من أين كنت تتيبهم أكو مكاتب تستورد مو تستورد لك بروحك حق مجموعة مثل هذا بمئتين ربوية هذا بخمسمية ربوية هذا بلف ربوية تجمعهم يميع و تستورد اللي هم مكاتب القمسيون جي يسمونها مثل عيال بهمن وكان شركة تاول نعم اللي أصلهم مصاك تهنين وكان مكاتب وحسين عبدالله المزيدي الله يرحمه كان عنده مكتب ودائما استورد عن طريقهم هذه الفترة الأولى ويتعاملون معك في هذا العمر كانوا يتقود بشابي توي 17 ريال يفتح بي أنت تدرين ذاك الوقت بو 15 سنة يعاملون أكثر مما يعاملون الآن بو 25 نحن نرى الثلاثين الآن بو 25 ثلاثين ضايع أول لا بو 15 سنة يعتمد عليه ريال نعم هذا الأول لسبب مصاحبتهم لأبناء والتدريب ويسمعون ومثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أخاف على أمتي إذا كان كبيرهم يرعى صغيرهم وصغيرهم يحترم كبيرهم إذا إحنا ما يكون هذا شيء فقط الله هذه الأبناء ثروة وهذه الله أطاق إياها نعم هدية لازم ترعاها ترعاها وتدربها وتعلمها وتستفيد منها وتفيد فيها البلد والمجتمع أمبو عماد وشنو سالفت مخزن السلام مخزن السلام أنا 58 سنة 57 اللي بديت أشتغل بنفسي نعم وبديت بالمئتين ربية في سنة وشوي جمعت 15 ألف ربية بشال رب لغزين شوف لأنها حركة تجارية وأشتغل أكثر من أدرس وورد بضايا وبيعها على المهارة واروح المسال كلها بروح بدون محر يساعدك وهذا العمل شوفي الإنسان ما يضيع وقته يقدر يشتغل اليوم أي إنسان اليوم شوفيه الحين أول أم سانة عندنا في برج الكريستال نعم افتحوا مطاعم ومطاعم رحت وفاجأني واحد من عيال عمي اسمه يوسف رياض بخمسين دكتور وقاعد يشتغل في المطعم وهو دكتور يهداوم نعم فإذن هذي لشباب اليوم الشباب قاعدين يعملون ويتفوقون بعملهم لأنني أنا أذكر مبارك الحساوي قال لي الله يرحمه من عز صديقائي واشتغلت معاه سنين شايلة مرة أنا بسيارتي في القمارق هو يشتغل بالقمارق مسؤول في الجمارق المخازن شوي شايلة آخر الدوام بالمغرب أوصل لي من البوابة لأنني أنا مخلص بضائعي بنفسي كان يقول لي عسحك موظف قلت له لا أنا أشتغل حر قال إيه دربالك ترى الوظيفة ترس البطن عيشوا لحم قلت له هذا أنت موظف قال لا أنا أشتغل أصدر شاي لإيران وأصدر ما يشنه وأبيع وأشتغل وهم موظف فإذن الإنسان يجب أنه دائما يفتكر شلون ينتج وشلون يفيد بلده ومجتمعه ويفيد نفسه لأن اللي ما فيه خير النفسه ما فيه خير لحد فهذا حياة فالقصة اللي نسأح أقول لك قصة عبدالله سالم عبدالله سالم الله يرحمها أنا في اثنين وستين اربعة وستين رحت لبنان نعم فشافني قاعد أسألوا فيها جماعة واللي قاعدوا إياهم بديع سربية رأي مجلة الموعد كان يقول لي عقب ما شافني أتحجى وقال والله عجبتني أنت متطور تعرف العمل والتجارة والاختلاط مع الناس تخلي الإنسان منطلب ويتكلم وعنده حس فقال لي أنت بس إلك سؤال إذا جاوبت علي أعطيك هدية قلت لها تفضل قال لي أنا قابلت عبدالله سالم سنة اثنين وخمسين مقابلة في الموعد نعم قلت لها طويل الأمر أنت ورثت ذهب ومال يعني متجمع في الدولة يوم حكمت سنة الخمسين وأيضا عندك بترول نعم و أنت بلدك لا هي صناعي ولا زراعي ولا عندك شبت استثمر هالأموال في قال لي في الشعب الكويتي الله علمني شلون استثمر هذه الأموال في الشعب الكويتي قلت لها حاضر قلت لها أولا أول ما بدأ عبدالن السالم بدأ في خلق موضوع التعليم نعم صحيح موضوع الصحة صح وموضوع المساعدات والإسكان وموضوع توزيع الثروة قال لي هذه غريبة الأخيرة قال لي قال لي قال علمني شلون قلت لها 52 أسس ثانوية الشويخ اللي شالت درست أبناء الكويت والدول الخليج 52 وحجمها اللي شال الجيش البريطاني سنة 61 يوم الدعاء قاسم بالكويت نعم سكن فيها قال هذه واحدة قلت له خلق الكلية الصناعية وكذا 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 وإلى آخر وسوى منطقة تعليمية وعمل الديمغراطية قال لي قلت له الصحة خلق منطقة الصحية ضخمة وبدأ في الصحة وهذه قال زين والثالثة قلت له الثالثة موضوع المساكن توزيع البيوت وتوزيع الأراضي والمساعدات ودفع الرواتب حق الحجزة وكذا حتى كنت رحت مرة في الشؤون نتكلم عن واحد عشان بيت الله يرحم محمد الوزان قال لي تعال هناك أنا رايح فرحت لقيت سكرتيل اللجنة الشؤون صالح العجيري هذا اللي الصح والعافية في بيوت اللي يم الكنيسة بيوت اللي يسمون الورثة أحمد الجعبر ولقيت الله يرحم خلف التيل أبو خالد خلف وأبو الأستاذ عبد الله خلف وفاضل خلف وأقف في القسم الصندوق يدفع الرواتب والشغلات هذا الكلام سنة ستة وخبسين سبعة وخبسين فتصور قلت له هذه قال لي زينو وتوزيع الثروة هذه الكلمة اللي أثارت قلت له كان في لجنة تثمين تثمين المساكن وكان اللي بيتيك أنت مية متر وبيتي أنا ثلاثمية يثمنون بيتك بخمسين ألف ربوية زين وأنا كبرك ثلاثم مرات المفروض يسوي مية وخمسين لا يعطوني مية ألف أنت بخمسين أنا بمية معنا أكبر والشيء الثاني إذا أنت عندك عيالك ثمانية يعطونك قسمتين على سبعمية وخمسين إذا أنت تسعة أو عشرة هذا توزيع وأنا إذا أربعة أو خمسة يعطوني وحدة زي أنا بيتي أكبر يعطوني وحدة إذا هم يربطون تطوير الشخص يرفعون مستوى الإنسان اللي يقدر يبني وكذا وأولاده علشان ما يضايقون عليهم كذا فإذن الحملية حملية يسمونها توزيع ثروة بينهم حتى اللي ما عنده بيت ولا عنده إذا خالة أو عم سجل باسم بيت ثمن إليها بسعر زين وعطوا شتي الله الله يسحم الشيخ عبدالله السالم إنجازات هذه إنجازات طبعا أكيد ولذا هذه النقطة اللي مشت ومشت الكويت وصارت الكويت نهضة واقتصادية ومشاط قاموا أعطاني الهدية شن مجلة الموعد اللي قابل فيها الشيخ عبدالله السالم سيخ عبدالله سالم سنتدين وخمس أبو عماد نحن نطلع فاصل ومكملين إن شاء الله بعدها رجعنا لكم من بعد الفاصل مع حديث جميل ويشجع الشباب وشجع الكلب أنه فعلا يعمل مثل ما عمل الرجل العمال جواد بو خمسين عم أبو عماد صلاحة كلامك جدا جميل فنحن بناخذ التسلسل التاريخي مثل ما يقولون لكن نتكلم عن العقار اللي هو جزء المهم من يعني عملك الله أنا اشتغلت فترة التجارة من سنة قلت لك ثمانية وخمسين بعد ما فتحت المعهل وإلى أربعة وثين وستين بعدها أول مرة تطرح منطقة العدالية كان قرعة كان من أول ما في قرعات وكذا لكن منطقة العدالية طرحت قرعة وكان اللي قلت لك اللي يوزعونهم كان حق الأراضي يعطونا شتي سمونا شتي هو تخصيص يعني من بعد ما يعني من اللي دخلت في ديلة اشتريتهم ودخلت 62 في تخصيص القسيم وحصلت جخصة قسايم في العدالية وكانت القسيمة يومها تشتريها بل في دينار 1200 وتدفع عليها 1300 وإذا 1357 15000 ربوية وكان ترى على فكرة ضلينا نتعامل بالربيات حتى بعد صدر الدينار ضلينا إلى 63 صدر الدينار بعد 60 صحيح لكن ضلينا نتعامل بالربيات والمساحة كثرة كنتم تشترون تقدرون بالعديل لا هذه القسايم 1057 تخصيص توزيع قسايم مقسمة منظمة فكنت بيع 1000 بستة بكلفتني أقل من 3 وبيع بستة 950 تكلفنا يمكن حوال 2500 250 ونبيعها باربعة ونص فهذه شجعت العقار أنا من اللي حب العقار وايد ليش حبيته صاب ني قصة قولها والدتي الله يرحم هاي توفت ورثت لي 1800 ربوية وكان احنا مأجرين بيت صغير ديوانية 25 ربوية الشهر ف قلت الحين أنا الفلوس أقول لبوي وأنا عمري يمكن خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة قلت له يبه هاي الحين فلوسي ليش ما تشتري لها البيت جاي واحد من خدام الشيوخ بيبيع بيتين واحد هذا اللي احنا مساكنين بلف وخمسمائة ربوية واحد اكبر بيبيعونا بخمس تلعف قلت له اشتر لي هذا البيت دواني احنا ساكنين فيها وندفع معنا 12 شهر من خمسمائة من 25 تطلع ثلاثمائة ربوية معنا بلف وخمسمائة يدخل 20% قال لا انا احط فلوسك في 10 11 يعني بالسنة اقل قلت له هذا احسن قال لا لا هذا بيت طين يطيح وكذا بصوادر تأثرت عقوب ثمان سنين ما ادري عشر سنين ثمر بستين الف ربوية انقهرت شلون هذا لو شاب بالضب شو شلون فهني حبيت العقار فكان عندي عقدة اني انا العقار هو الاساس شوف هذه العقدة سبحان الله ممكن كل سبب نجاح فالمهم اني دخلت في الجتاتي وبعدين بقمت ابيع واشتري في العقار ومن سن 62 65 قمت ابني خليت وياي والد عمي شريك في المحلات وخليت صالح 50 في المحلات وانا دخلت في البناء والتطوير في العقار واستمريت طبعا كل سنة ابني يمكن حوالي اول ما بديت ثلاث اربع وصل الى 10 15 بالسنة يعني بنيت في خلال يمكن السنوات اللي هذه لانا كان اول البناية ثلاث دوار 100% ثلاث 120 ثلاث 140 ثلاث يعني صارت ستة دوار فانا من البداية وحريص اعرف قانون البناء والبلدية وكذا بالضبط حتى كثير من اللي يتعين ساعات مسؤول في البلدية قالوا لتبي تحرف القوانين رح سأل جواب 50 فعلا يعني حتى منهم اثنين رؤسة جاءوا يسئلون قعدوا وياي مدة شهر كل خميس يجي علم القوانين دورة تقريبية خبرة صارت عندي طبعا اكيد وايضا بعدين استمرت في العقار وعلى سنة الواحد وسبعين دخلت في الفندرة لا في مكاتب سمسرة الأسهم البروكرية ودخلت سوينا أول من افتحه ويجي ثلاث مكاتب في بلوك خمسة فتحنا المكاتب اللي هو عبد الحميد عبد الجادر الجناعي عند فاتح مكتب وعبد الرضا خرشيد ويابو شكر وصقر صقر الغانم فتحوا مكتب وانا ويابو الرحيم مكبر فتحت مكتب في الواحد وسبعين واشتغلنا فيه وبدأت مو بس بديت في الأسهم تأسيس شركات وبدأنا فيه أقسم من عرض أذكر قسمت عدة عراضي يجي واحد مثلا من عرض منطقة الرحاب اللي كانت نزرعة الشيخ في الحوالي ومناطق تانية وفي جنوب السرة ونقسم ونبيع وكان نهضة يعني صح يعزها هذه كانت سنة السبعينات صارت الكويت نهضة اقتصادية في الخمسة والسبعين ستة وسبعين دخلت في الفنادق حتى أول مشروع سويته رحت للشيخ يابر كان مشروع اللي الآن على الدائر السادس في الشاحنات وهذا وسميتها واحد الصباح سنة خمسة وسبعين ورحت وديتها وريتها مشروع سوى ليا سكايدمور 165 ألف متر وديتها هذه سبعة وسبعين سبعة وسبعين وديتها للشيخ وريتها بس كان الهوليدين قبل قسمنا أرض المتحدة اللي هذي فيها العام منطقة الهوليدين وكذا وسويت أول فندق وديتها وريتها حتى قال ليش تسوي فندق صحرة قلت لا اي انا بأحقي المنطقة هذا هو هذه قال لي زين هني قلت لا قال شعل اشان هني قلت لعشان المطار قال لا هذا المطار تحت نفط وراحين خمسة عشر سنة نشيله قلت لعني كافيني خمسة عشر سنة قال لي لا 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 عندك فكرة ثانية الله يرحمه قال شنهي قلت لأنت طلعت من الصفات تروح إلى المطار إلى شارع الملك فاسر اسمها يومها شارع الرياض على اليمين السكان ذاك الوقت يمكن ثلاثين في المية وعلى اليسار وانت رايح تجاه المطار سبعين في المية قلت له اللي على اليمين عندهم خدمات فندقية الهولتون وبعض الفنادق وهذا اللي على اليسار ما عندهم فنادق لكن بعد خمسة عشر سنة أو عشر سنة راح يصير اللي على اليمين ستين في المية وهناك سير أربعين قال ليش قلت لأن انتم ما تدفنون البحر مثل بعض الدول هني هيبقى محدود لكن التمدد بيصير من ناحية اليمين إلى قال هذه صح قال لي على بركة الله وبنيت الهولدين هذه بديت سنة ستة وسبعين فعاد أقول لك الأرض هذه سويت فيها مشروع سبعة وسبعين عقب مشريتها من مبارك الحساول ورحت يوم من رحت وسويت في سكايد مورو ووريت إياه اسمه واحد صباح وسوينا فيلم وكذا رحت البلدي يرخص كان يقول لا نأخذ عليك نسبة وأول مرة يطبقون النسبة 42% لماذا خلاص كما باعي وثيقة واحدة وقفت العملية وظلت هذه عطيناهم ووافقنا على التقسير أي إذا شاء الله استرسالك جميل إذا ممكن نطرغ أزمة المناخ بشكل سريع نعم هذه فترة الثمانينيات كان في الأزمتين أزمة الحرب العراقية الإيرانية وأيضا أزمة المناخ وأكيد أثرت الأزمتين على الوضع الاقتصادي بالكويت نعم شوفوا كانت الكويت سوق عظيم حتى أقول لكم وكانت الكويت سوق للمنطقة ككل نعم وإحنا الكويت كان رجال الكويت تجع وشاطرين ويفاوضون الشركات بره والشركات العالمية هناك بره في الإيطالية الكورية اليابانية الفرنسية في كلها العالم كلهم يحرصون على الأسواق الاستهلاكية ولكويت مركز أسواقنا وين ثلاث مناطق سوقنا إيران وسوقنا العراق وسوقنا السعودية ليش لأنهم كل قمارق هم تغريبا نسبة 20% لأننا الكويت 4% و1 مال تفريغ وتشعين 5% 5% حلو وإحنا اللي نجيبه اللي يجيب بضاعة بل مليون دينار يستهلك في الداخل 200 ألف والثمانمئة عادة تصدير في هال الدول في هالثلاث دول نعم طبعا يوم صارت الحرب العراقية الإيرانية صار عندنا في الكويت ارتباك صارت الحرب والعراق وصار الخطورة في البحر لأنه كان عندنا أول يعطونا شحن رخيص صار البحر خطر الشحن صار غالي التأمين من أول رخيص لأنه كميات صار هنا التأمين غالي لخطورة حرب صحيح العراق صار تقشف لأنه يستورد ما يقدر يستورد داخل حرب يعتمد على دعم دول الخليج صحيح اثنين الإيران صار بيننا وبينهم جفوة بسبب أننا دعمنا إيران دعمنا العراق نعم وأيضا بيننا وبينهم البحر خطر ما صارت الحركة التجارية بيننا وبينهم سهلة مثل أول يجبون بضايا يبيعونها هنا ويشترون بضايا ويروحون نعم أيضا كانوا العراقيين ما يحصل الترخيص عشان يستورد إلا ثلاثة شهر يروح موسم عنده صحيح إذا بينطر يستورد لا نسميهم تجار شنطة يجون يشتري البضاقة كاش ويروح يوديها ويسوّل أيضا السعودية عندهم مواسم رمضان والعمرة طول السنة العمرات رجب وكذا ورمضان وعندنا الحج فدائما ما يلع من يصير المواسم هم أحيانا يجي يشتري من الكويت ويروح وكانت الشاحنات على طول فعندما صارت الإزمة الحرب العراقية العرانية قل استرادنا لأن راح مننا سوق العراق سوق إيران صحيح صار خطورة البحث صار ونخفض ركوج حتى الشيخ يابر الله يرحم سنة ثلاثة وستين أنا يا بوني من المكسيك كنت من المكسيك علشان إزمة المناخ هذه أي سنة المكسيك سنة ثنين وثمانية أزمة المناخ إزال عم بو عماد ما قدع كلامك إن شاء الله فاصل وبنرجع ونسترسل في أزمة المناخ بعد الفاصل إن شاء الله إذن مكملين حوارنا مع رجل الأعمال الكويتي السيد جواد بو خمسين بو عماد قبل الفاصل كنا قاعد نتكلم عن تكلمنا عن أزمة وتأثير الحرب العراقية الإيرانية على الكويت وكنا عين ندخل في قصة سوق المناخ وشون استدعك شيخ جابر في هذا الموضوع سوق المناخ هو حدث بدأ من سنة الثمانين شلون بدأ مع بداية الحرب العراقية لأن كانت آخر الكويت يهبون في الحركة التجارية والاقتصادية وفي العقارات وفي الكذا وطبعا بعد بدأت الحرب أذكر بقول لكم السالفة اللي قلت سألني شيخ جابر سنة أول ثلاثة وثمانين نعم يعني التفحل الحزمة نعم لأن أنا جابوني من المكسيك في لأن أنا من أول ثلاثة وثمانين قمت أكل أقول للشيخ سعد الله يرحمه ترى في إزمة راح يتحصل كنت متوقعها يعني اي اي متوقع وصار كلام وصارت حدة ندوة في الغرفة وكذا وصار عليها كلام وقلت لأنه صار يبيعون مدد وكذا واتفاقمت الإزمة نعم وحددت أنه سنت في شهر ثمانية اثنين وثمانين الطب السوق حددت بشهر نعم ليش لأنه كان العيد ذيك السنة عيد في العيد ثين وعشرين سبعة وناس شارين العام الماضي بهذا التاريخ المضارب اللي برمضان يصير نشاط صار نشاط العام وشارين ويحل عليهم المبالغ المدد أجل ما عندهم وعيد عقب العيد أطلت العيد وكذا في أول 82 يطب السوق ما يدفعون وتبتدي المشكلة وظل يتأكد على الجماعة أنه ترى فيه إزمة راح تصير المدد هذين منين دخلوا ناس طارئين على السوق ما عندهم أمكانيات وبيع وشرع ومدد وصارت مشكلة حتى اجتمعنا في مجلس الوزراء نادون أذكر حصرية كان عبد العزيزي تيبي وكان وزير الله يذكرها بالخير وزير المالية عبداللطيف الحمد وزير التجارة جاسم المرزو وقعدنا وقلت لهم المشكلة ستصير قالوا عملوا ضوابط وعملوا إذا ما تعد القوانين أو كذا حاول ما أصار حتى آخرها في شهر سبعة نعم ستة عفوا شهر ستة قلت إذن قالوا شلون أذكرها خالد بس عدس أني قال لي إذا ما يضح كل شهر على الأقل بين خمسين إلى أمية مليون في السوق إلى نهاية السنة تتعدل الأوضاع يمشي إذا ما نضخت ماكو فائدة وعملت تجربة ضخيت أنا مبلغ خمسين مليون تحرك في شهر سبعة وبيعت مدد بس بيعت على ناس مضبوطين الموثوقين مد ستة شهر وسنة وسنة ونص سنتين أظن يعني تصور في خلال الأفرج يأتي سنة ونص حقق مية بالمية المد بس طبعا صارت المشاكل وإلا بعضهم خسرت فيها ولذا أثرت عنها لأنني اقترفتها من البنوك فلذا هذا الموضوع من كتر ما ألح حتى أذكر في واحد راس الشهر راس السنة رحت الشيخ سعد الله يرحمه طالبني على موضوع هوليدين ما اللي في لبنان معلوم يسألني عن موضوع فقلت له والله طريق العمر بتصير مشكلة والقضية كذا وكذا قال رحت للوزارة قلت له علمتهم قال أنا بركبوا إياهم راس السنة بروح للمغرب العربي بروحون ليبيا ومايوين وكذا ورائح أكلمهم ويوم رجعوا فعلا كلمني جاسم مرزوق قال أنت قال لي الشيخ هذا جاسم مرزوق موجود عبداللطيف الله إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية وطالة العمر ويرحم الشيخ سعد قالوا لي أنت قلت ايه الله أنا متوقع كذا كذا هذا في شهر الواحد 82 المهم طبعا صارت العزمة فعلا طاح السوق في أرب بدأ أنا كنت رايح جنيف ورحت لأمريكا رحت للمكسيك فيوم 26 ثمانية دق لي عندي من الجماعة الموظف قال لي جاسم مرزوق يبك ضروري خير قلمني جاسم قال لي الشيخ يقول لك رجع مشكت المناخ وكذا المهم قلت له أنا ما قدر أرجع أنا حجزي 15 9 وياي عائلتي وكذا وفي أكابلك قال لا ضروري ويقولك لازم ترجع قلت له على حد ما سوي بعد حجزي ما أقدر وهذا فعلا كلمني صباح شماس في مدير الكويتية في نيويورك قال جاني أمر حجزنا لك أكابلك لوس أنجلس نيويورك نفس اليوم نعم تليفون أعطوني طيارة وكلمت أن يجوني في المطار بالليل في قاعد التشريفات وقعدت وياهم وسألت عن الموضوع بالضبط ويوم ثاني من الصبح رح تندي الشيخ ويا جاسم مرزوق قال يلا ولا جيت للتلفزيون يوم واحد تسعة نعم قال يلا أصت الشركات وقلت لا خلاص إذا فات الفوت باغى مني قلت أبدا قال لا ما أقدر لا لا يمكن أن أسس ولا يمكن طاح السوق وطب وكذا والمهم قال لي طيب امسك السوق شون امسك السوق قال قمت وشكلت لجنة وأنا قاعد في مجلس وزراء عقب الحاح تغريبا إلى الساعة بالعشر ساعة ونص وجدال أسست لجنة أنا وفؤاد الغانم وسليمان السهلي ومحمود رزوقي وصلاح الأيوب وحوالي سبعة وأعلنوهم الساعة واحدة وما يدرون دقوا عليك شنو قال لهم سألوا ما يدرون فعلا نستلمنا هذا الموضوع وبدأنا في السوق الحل عملنا حلول وكذا لكن فعلا بعد تالي في شهر عشرة سوينا النظام وسوينا أذكر المقاصة هذه اللي هي الآن هي المقاصة واحدة منهم وكالجنة وكذا لكن كان يا الله يذكره بالخير عبدالطف الحمد وزرم علي عدل غير كان القانون اللي طلع أول سبعة وخمسين هو عدل إلى قانون ثاني اللي سوى تعديلات ومن حق يعني بس المقاصة هي نفسها بقيت واللي مستمر واللجنة شكل اللجنة وأنا تركت الحل يعني تركت الموضوع صار عندهم سلمت في خمسة أذكر حتى سلمت وزير التجارة وزير العدل سلمان كانوا في مجلس الأم رحنا لهم أنا خلاص الموضوع برجع للمكسف لما مداك ما علي أنا واستلمع واستمرت الشيخ يابر الله يرحمه وشكره حليل ناداني في أول ثلاثة وستين ثلاثة وثمانين سوري قال لي ثلاثة وثمانين قال لي شنو أسباب المناخ اللي حصلت جيت وقلت لعن اللي قتلكم السوق الكويت هو تجاريا يعتمد على ثلاث دول على إيران والعراق والسعوذية يوم صارت الحرب العراقية الإيرانية وكذا قامت الناس تجارة وقفة قام يضار بهم في الأسم وفي العقار وتضاكم الأسم والعقار في خلال اللي هي من ثمانين السنتين واحد وثمانين سوري واحد وثمانين ثلاثة 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 هذه الفترة واحد وثمانين ثلاثة ثمانين هذه اللي خلقت التضارب لما تعودين على التجارة وتعودين على عمل نعم راحت من أسواق فهذا موضوع مناف فأسست التضخم وانفجر السن فقال صح هذا يمكن هي الشيء المقنع وتمحل والحمد لله والحمد لله استمر وصارت ازمة واستمرت وصارت كذا المهم حلت والحمد لله الكويت بخير بإذن الله إن شاء الله دايما بالنسبة لبقية كلام اللي انت سأل عنا العقار أنا دخلت في الفنادق من سنة 76 77 غير البناء العقار أنا كل ما يخلص أأسس قطاع عقار يشتغل أنتقل إلى شيء ثاني لكن فيه جهاز وإدارة دخلت في الأسهم والبورصة والشركات والتأسيس وكذا دخلت فيه بعدين بنوك نسست بنك الخليج الأول في الإمارات واللي النقل في بوظبي الآن اللي اندمجوا بانك بوظبي الوطني هذا عنا مأسس سنة 81 في عجمان ونقل بوظبي وأسس بنك المصري الخليجي معنا سعوديين وكويتيين ومصريين وبنوك في مصر واللي في مصر والحمد لله ماشين ومنق العقار أنا من اللي شارك في بنك الأكتذى والحمد لله ماشين فإذا قطاع البنوك قطاع العقار قطاع يعني كل شيء إذا بتسوي شيء احرص عليه ورب عدل يعني مثل الولد إذا ما تعلمه تربيه وتعلمه وهذا ما يكون فهي قطاع أيوة فالحمد لله والآن البركة في الأولاد الله يحفظ ماشكين كل شيء وإحنا خلاص الآن اللي يقولون سلم الإدارة وإحنا لهم راقب نعم نعم أبو عماد عندنا تقرير نريد أن نرى مع بعض وبعد إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع إذن أبو عماد يعني الحادث هذا الإرهابي بتفجير مسجد الإمام الصادق تذت لكل الكويت نعم وطبعا أيضا موقف صاحب السمو أمير البلاد ضرب أرواع الأمثال في هذا اليوم للعالم كله نعم حقيقة علاقة الشعب الكويتي بحكامه هذه الذكرى شنو تمثلك هذه طبعا أصبحت سجل تاريخي في الكويت طبعا اللي خلقه هو عناية الله وعناية الحاكم نعم الشيخ صباح الأحمد الجابر الله يطول عمره نعم ويعطيه الصحة والعافية يعني هذا الموضوع أولا هو صار فيه في المنطقة تقريبا مشاكل وحصل في الدمام وحصل كذا وكانت الكويت على هبة الاستعداد لتتوخى الحذر واطمأنينة وبلغون أنا من جماعة مسجد الصادق وكان الجمعة اللي قبلها اللي هي يوم اثنين رمضان في نفس الحام نعم جووونا وقالوا لنا لا تسكروا الأبواب خلوا بسواب واحد هذا الأمن ولا تخلون حريم بعد تي هذا هم جووونا وقالوا لنا انتبهوا لأن المنطقة شوية فيها نوع من القلاق أو كذا واستعدين السبوع الثاني اللي هو صار في الامتجار يعني نحن مطمئن نحن عاملين احتياطات وانا كنت في المسجد ولكن لحسن حظي اني انا بصف العامود الأولي اكنت موجودة اي انا موجودي داخل المسجد داخل المسجد بعض الناس الكبار بالسن ولا شيء احيانا يروحون يصلي صلاة الظهر ويصلي العصر ويصلي العصر بسرعة ويطلع نعم فعندما خفت شوية انا انتقلت في وجه العامود الله حفظك هذا المجرم يأ ودخل بفجر الظاهر حتى راح غرفة ثانية اللي كان فيها يصير مجلس عزاء او شيء ما شاف شيء جاء على الباب الرئيسي ودخل احنا عندنا انا بيني وبيني اربع انتار بس يعني بيني وبين الانفجار عقب العامود اكو سطر ورانا سطري وسطر ورانا نعم وسطر اللي وراهم الكراسي اللي يقعدون على هاي الشياب ووراهم اظن سطرين ساجدين وهو دخل من دخل كذا يمكن نشفتوها في الكاميرا افعل اهو من جل ناس ساجده الله سبحانه وتعالى اذر العالم لو واقفين كلهم ماتوا لأن الشضايا هي شضايا صحي فهو جاء ودخل شاف ساجدين فجر فجر اللي انفجرت الابواب المسكرة اللي كان وهم قفلين البيبان الرئيسية كلها اتفجرت من ضغط الانفجار وتساقطت من الاسقف الفلسلينج والشغلات انا من الدخنة انا ساجد توى يقول اخر ركعة من صلاة العصر الله اكبر الشيخ توى نبن رفع راسنا وصعر الانفجار طاحق قالي وغتريته طلعت حافي اركض انا على بالي واحد ذاب شيء تفجير ابي يمسكونها طلعت للشرطة اقول لها وينكم مسكوا مسكوا قال لا هذا انفجار المهم رجعت اركض وينما رجعت راحت ادخنها من انفجار البيبان اطالع ولا القتله رأسا كان الحين جمعة وهذه المصابين والدمان كان ادق على احمد الفهد اللي هو مدير مكتب اسمو الامير نعم دقيت عليه فورا لان حافظ الرغمة نعم دقيت عليه قلت له يا احمد الحقونا انفجر المسجد الصادق اللي قال وين قلت له في الصوابر كذا وسكرت الخط انا الحين يمي واحد مسكين من المهنة الدم كاسي من راسي شلت غطرتي وقالي حطيت مع راسي وخدت بيدي قلت له مش هو ديك حق لان وطلعت اول صورة في العالم طلعت صورتي وانا ماسك ودمان كاسيت وطلعت الى اسعافات ركبت سيارتي اللي جاءت الاطفاء وسكرت علي نعم وجاء وراها اسعاف شدان من سيارتي حطينا ودوا أنا رجعت اركض علشان قلت يلا هنشيل اللي والنون او المصابين صحيح الميت ميت طلعنا شم واحد الا بجي وزير الداخلية محمد الخالد شيخ محمد الخالد جاء بدون عقال وجاء عقب سليمان الفهد نعم بدون رنجل السوت هذا بعد الانفجار بعشر دقاي بعد انا ما كلمت احمد على طول اثر احمد بلغ الامير وبلغ ما طاف من مخابرتي الان وصول الامير خمسة عشر دقيقة الكل موجود يا الامير انا استغربنا على طول قمنا حتى ما ويا الا السايق وماسكة من جهة اليمين نزل انا وقفت جدا محمد الخالد مسكة من اليسار والسايق ماسكة من اليمين و جاء عقب يدخل انا قال لا هذه الاحيالي هذه الكلمة التي ظلعت يعني يعني علم في العالم كلها كلمة هذه الاحيالي دخل داخل من اول اللوان ونزل الا بيروح يم وشاف دياله وقام يبتشي بتشى دمعت عيونه وطلع ومسي عيونه ركب السيارة راح وظلينا عاد وظليت على اتصال مع خالد عبدالله المراسم ووديلة اللي احنا شلون الترتيب حتى ظلينا في الموقع الى الساعة ثلاث ونص او اربع تالي راحنا الجريدة وطلعنا في النهار ويانا من اللي هم موجودين كان رئيس مجلس مرزوم ويانا يعقوب الصانع كان وزير عدل ويانا كثير من المسؤولين ويانا محافظ العاصمة مهنة هذا ثابت مهنة والجماعة المهم وظلينا وانتقلنا ورمضان وانتقلنا عندي بدوانية وحتى اذكر بعض الاعضاء منهم فيصل الدويسان والجماعة حتى كانوا مستقيم قلت لسحب استقالتك فيصل قال خلاص بسحب استقالتي نعم واستمرنا ذاك اليوم وحتى بالليل قلنا على اساس قالوا نسوي العزة يوم على طول يوم ثالث لا قالوا لحد يعني على اساس سبت نلحق ندفن مدير مكتب سمو الأمير قال لا ويقول الأمير استمروا كملوا لا تطعون السبت يصير العزة الدفن يوم السبت والعزة بالليل لأن العزة بالليل ورمضان نعم وفعلا استمرنا وقال صاحب السمو هو قال ويصير العزة في المسجد لأن هذا العزة عزة للكويت كلها مسجد الدولة طبعا ورتبنا الموضوع في يوم السبت صار التشييع حتى أبعث الشيخ ناصر صباح الأحمد حضر معنا في التشييع ودللنا كل الأمور حتى بعضهم جسد جنائز النجف وخابرت محافظ النجف والعتب مع مقام الإمام علينهم يرسوا استقبلوهم وسووا الترتيب وطلع في متى راح يتم إعادة افتكا وسوينا العزة وسوينا العزة في المسجد وكان تمظيم ضمط العزة وفاجأنا الأمير حضر العزة بالليل قلت لها طويل عمر لا تدقى إلا ألف ولف عليهم كلهم صحيح وحتى أذكر يوم الثالث يانا الكونغرس الأمريكي يو وفد ويا السفير نعم ويوم اندخل ولفيت وياهم يعني هذا وقفوا وقلت لهم شوفوا هذا المكونات الشعب الكويتي شافوا إلى الساحب نظل لأذان الصبح نعم لأذان الفير العزيات والعالم وجاءت وفود من كل الولدان هذا ضرب الأمير أروع الأمثال في هذا الموضوع وبعدين الجمع عقبها يوم الأثنين آخر العزة سويت مؤتمر صحفي أنا ووزير العدل نعم وقرأ وعلنت أننا سيصير صلاة جماعية يوم الجمعة صحيح في المسجد الجمعة القادمة نعم وجاء الأمير أيضا هو ولي العهد وشيخ ناصر محمد وصلينا صورة الجماعية نعم بعدين رحنا نشكر اللي بعثوا مثل السستاني بعثوا شيخ الأزهر ورحنا مجموعة نعش من الأخوان الكويتين من الجهتين نعم ورحنا نعم واللي قال الشيخ السستاني قال أميركم ضرب أروع الأمثال في القيادات الحكيمة والتي هي هذا اللي نحتاجه ونحتاج مثله وقف وهو لا يصور وقف وصور معنا وسوينا وبعدين صلينا هناك وتالي رحنا إلى الأقصر لشيخ الأزهر وفطرنا عنده وهم تكلب عن الأمير كلام وبلغنا صاحب السمو يوم رجعنا فإذا العملية أختم بس وياك الله يهينك أساس الوقت خذانا ولازم نطلع فاصل وحنا حريصين أن نستضيفك مرة ثانية لأننا عندنا مواضيع كثيرة ودنا نذكرها والكلام الذي ذكرتك جميل وعلى ما تم بإذن الله شكرا لك أنا ودي أن أتكلم عن الأبناء والشباب كلمة أخيرة الأبناء والشباب أنا أغيب أولا الله يطول عمر أميرنا واهتماما بالشباب واللي الآن قعد الآن أنتم شايفين لذا نوصي الأسر والشباب بالذات الله بأنفسكم الله بشبابكم يا أهل الكويت دفعوهم لا لا يروحون إلى الوظائف خلي يعملون لأعمال الحرة والمبادرات والدولة باصلة لهم كل الإمكانيات في المساعدات وفي الهيئين لهم كل الوسائل وإحنا هم عماد المستقبل مثل ما قال الأمير هم رجال المستقبل وعماد المخرج مستانس على كلامك وبيعطيك سجمينت زيادة بس نطلع فاصل ونرجع حقوى عماد ينسألنا اللي عندنا ومستمرين معاك ومع العم جواد أبو خمسين نحنا يعني بنكمل حلقك لا وياك وتفضل نكمل أنا أتكلم عن موضوع مساعد المسجد الصادق الحقيقة هذا أصبح سجل أو تاريخي مثل الأشياء اللي مسجلة في الكويت وتاريخ الكويت هذا من ضمنها تعتبر سنة حدث مسجد الإمام الصادق وراح يتكرر كل سنة هذا لأنه فيه تاريخ للكويت وشلون أثبتت الكويت التلاحم فيه العزاء وفيه التشيع وفيه العزاء وفيه كل شيء وأصبح سجلت تاريخ للكويت وأيضا بعد مضي سنة نعم ماسك من الخارج وكذا فسوينا التأبين أجاب هو قال أبي حتى كان التأبين بالليل بلغونا قالوا لا هو يبي يجي وقت الحدث وظهر سويناها وقت الحدث اللي هو الساعة وحدة ونص وحضر وصلى وسمو ولي الأهد وسمو رئيس الوزراء صلينا معاه مع أهل الشهداء أسر الشهداء وصلى ركعتين للمسجد ولل الشهداء ووقع صاحب السمو يمكن عندكم وراتكم ووقع على دخول للمسجد وهو سمو ولي الأهد وهذا الشيء تم برعايته وكذا وإحنا الآن كل سنة رح يتكرر في المسجد هو عملية التأبين لهذه الشهداء لأن هذه كوكبة راحة وحية الكويت طبعا أغفر لهم ويرحمهم الحمد لله أن الحمد لله حطت الدولة اندفاع كذا وصاروا صحهم راحة وشهدها لكن صاروا هم وقايا عن الكويت في كثير من الأمور وصارت والحقيقة نشكر كان وزارة الداخلية على التنظيم وعلى التهيئة الترتيبات جدا حتى عندي صورة أنا الضباط كلها آخر يوم قاعدين وأنا واقف بالنص وكذا صور صورة جماعية صحيحة صورة جماعية فكانت لها أروح لهم اشتغلوا شغل الدولة بهذا الموضوع وهذا حدث شغير سواء الجهات الحكومية وحتى المواطنين والله يعطينا الأمن والأمان ويعطي قيادتنا الحكمة والقدرة على دفع أي ضرر عن الكويت فعب الكويت وعماد ننتقل لأصحاب المشاريع الصغيرة والشباب الكويتيين اللي حابين يعني سواء عندهم مشاريع أو حابين أنهم يسوون مشاريع شون سنصحهم والله الشباب شوفي أنا من الأوائل أول 92 نعم تحركت على شلون أنا عندي مناطق بشويخ وشفت شباب الكويتيين بقول لكم هاي القصة مهمة نعم شفت شباب الكويتيين بنفسهم يشتغلون تحت السيارات وفي المناجر وفي الورش وشباب سألتهم قلت لهم أنتوا كويتيين قالوا قلت لهم طيب أنتوا تشغلون من نفسكم قالوا شويخ عن شارع كندا قلت لهم ليش ما تروحون البلدية تعطيكم مواقع لكم ليش تأجرون قالوا ما يعطون قلت طيب ليش ما تروحون بقى الصناعة يعطيكم قارض قالوا ما يعطون ولا البلدية قلت روحوا غرفة تجارة قالوا غرفة تجارة ما تعترف بالحرفين ولا الله يطول عمره الله يرحمه يسكره حلينا سمو شيخ يابر قالوا طويل عمر أنا تفاجأت بكذا قال عجيب قال قلت لها التطبيقي داك الوقت قلت لها يتخرج بالسنة حوالي يمكن ألفين من التطبيقي مو هل حين عشرة ألف والجامعة تخرج أربعة خمس ثلاث هذين شباب وحرفيين مهنيين التطبيقي لازم نسوي لهم قال إيش تقترح قلت لها نقترح نأسس بنك الحرفيين على غرار بنك الفقراء في بنك لعدش وهذا نجح وسوى مشاريع صحيح قال لي خلاص توقع الله بس جيب لي كم يتخرجون من التطبيقي وجيب لي الكتاب مع هذا البنك قمت ورحت فعلا إلى التطبيقي كان الموجود كان مسافر المدير الحام حمود الروم المضفضن رحت لقيت سعد والد عبد عزيز جعفر طلبت من عنده هذا الموضوع قلت لعبيه مال ثلاث سنوات قال لي خلاص خلال يوم سبوع حظر الكش مال ثلاث سنوات شكري تخرجوا ورحت للسفارة البنك اللادشية وطلبتهم البنك والنظام مال بنك الفقراء اللي نسوي على غرار أهل وفعلا سافرت رجعت رحت أجيبهم قالوا لي جاء عبد الرزاق المشاري أخذ من المستفارة أو أكلمهم أعطهم إياه وراح إلى عبد سعود جعفر سعد جعفر وخذ من عندها فعلا أكلمني محمد العراضي قال لي الشيخ يقول لك روح إلى علي الرشيد في هي السمار رحت وتفهمت ويا شو الهدف كنت أنا ببنك والبنك عشان يمولهم ويكون شريك محاهم في الفكرة في المشروع بالعمل ويصير لهم مثل مستشار وفي نفس الوقت لا نتبع مبالغ شبيرة لا ننسوي بنك بحدود 100 مليون للمشارع الصغيرة نختم ياك فيها عم بو عم برعب نختم ياك بل قصة ففعلا رحت لها لم تأتي إلا طلع وقرار لا ننسوي صندوق ب50 مليون قلت لا لا يصلح رحت للشيخ وقلت لا لا لشغل قال الشيخ قلت لا يقول 50 ما يفيد قام وكلمهم مرة ثانية يكلموهم سووها 100 مليون عم صندوق قمت أسسوا الشركة وحجزوا لها في غرفة تجارة مكتب وحطوا فيها موظفين وظل تيجى عشر سنين واصرفت عشر بلايين اللي حتى تالي بالأخير صاحب السم والله يحفظ صندوق بخمسين مليون في بنك الصناعي رحت وقلت له مشاريع صغيرة أكون شركة بمئة مليون اللي استغر صاحب السم والله يحفظ فعطأ همية نداء واهتمام بمشاريع الصغيرة وكذا هو الآن اللي سوى النقلة النوعية وأنا أعتقد الكويت على فكرة خلأ أقول لكم الآن خطة صاحب السم أن بتعود الكويت مركز مالي وتجاري من أحسن الأبواب لأن الآن بدأ بنفسه يعمل خطة وخطة وكذا يشجع الشباب وبالعكس هذه أنا أعتقد أقول بمشارة منك أبو عماد أحرصوا على أبنائكم لا يروحوا للوظائف يروحون يا عند القطاع الخاص يتدربون ويشتغلون سرون تجار يا على المشاريع يطورون المبادرات وأشكركم على هذا اللقاء وأشكر قناة المجلس التي تحت الفرصة وهذا شيء مفخر الكويت لهذا الموضوع الله يوفق المجلس ونهنيهم على تثبيت موضوعهم اليوم الله يوفق الجميع كل شكر لك بعماد على هذا اللقاء ما قصرت إن شاء الله لأشهد المشاهدين وصلنا إلى الختام نلتقي بإذن الله الأحد القادم مع السلام مع السلام اشتركوا في القناة